هل يصوت الأمريكيون في انتخابات 2024 لسجن بايدن أو ترامب؟ سؤال بات يطرح في أرويقة السياسة الأمريكية في ظل ما يواجهه الرئيسان من قضايا تتعلق باحتفاظهما بوثائق حكومية سرية أثناء وجودهما في منصب رسمي موقع دهل الأمريكي نقل عن محللين قولهم إنه رغم التصريحات التي أدل بها بايدن حول الوثائق التي عثر عليها بحوزته فإن هناك قدرا كبيرا من الأدلة الكافية لتوجيه اتهامات جنائية ضده اتهامات زاد الحديث عنها خاصة بعد عملية التفتيش الجديدة لمنزل بايدن بولاية دولور بعد عرض طوعي واستباقي بحسب البيت الأبيض وتمخضت عنه العثور على ست مواد أخرى بما في ذلك وثائق تحمل الصفة السرية في المقابل يرى عدد من المحللين أن التحقيق مع ترامب الذي أجرته وزارة العدل لا يشمل الاتهامات بسوء التعامل مع المواد السرية فحسب بل يشمل أيضا البيانات الكاذبة والعرقلة وهو ما يعد كافيا لتوجيه اتهامات للرئيس السابق أوجه تشابه كافية تجعل السلطات القضائية قادرة على موازنة التهم في كلتا الحالتين بحسب مراقبين إذن مرشحان محتملان قد يوجه الاتهام إلى أحدهما بعد الانتخابات فالجمهور هو الذي سيحدد من يود رؤيته خلف القضبان اشتركوا في القناة